اخبار الرياضة من قناة جلد زاد الالكترونية اهلا بكم في البداية تعرض فريق شبيبة الصورة ممثل الجزائر في كأس الكون فيدرالية الافريقية الى اول خسارة في دور المجموعات خسارة ابناء الجنوب الكبير جاءت على يد مظيفهم نادي ارلاندو بيرتس الجنوب الافريقي وبنتيجة هدفين دون رد في موضوع اخر قرر المكتب الفيدرالي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم برئاسة شرف الدين عمارة انهاء مهام المدير الفني الوطني عامر شفيقة ومساعده عبد الحكيم بن عودة قرر انهاء المهام جاء خلال اجتماع المكتب الفيدرالي الذي انعقد صبيحة اليوم بمقر الفاف بدل ابراهيم كما تم منح تفيق قريش مهمة المديرية الفنية بصفة مؤقتة الى غاية تعيين مدير فني جديد قرر ايضا المكتب الفيدرالي برئاسة شرف الدين عمارة تعيين المدرب الجزائر والدعلي نور الدين على رأس المنتخب الوطني لاقل من 23 سنة المدرب ولدعلي سبق له الاشراف على المنتخب الفلسطيني كما تم تجديد ثقة في كل من المدرب محمد لسات على رأس منتخب اقل من 20 سنة ومراد سلطني على رأس منتخب اقل من 18 سنة ورزق رمان كمدرب لمنتخب اقل من 17 سنة المكتب الفيدرالي ايضا قرر تعيين المدرب عبد الكريم بيرا كمدير للمنتخبات الوطنية قريا الآن عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم محمد عدل السيد لادارة مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة ابطال افريقيا بين شباب بلوزداد والترجي التونسي المقرر السبت المقبل 19 فيفريال جاري على ملعب خمسة جوليا الأولمبي ويساعد الحكم محمد عدل السيد كل من سمير جمال سعد وأحمد توفيق علي إلى أخبار محترفين سهم الدول الجزائر اسماعين بلناصر اليوم في فوز فريق هيميلان أمام سامدوريا بهدف لسفر في المباراة التي جرت على ملعب السانسيرو ضمن الجولة الخامسة والعشرين للدور الإيطالي الممتاز وشارك بناصر أساسيا وقدم أداء رائع قبل أن يتم استبداله عند الدقيقة الخامسة والسبعين فوز اليوم رفع به هيميلان رصيده إلى النقطة الخامسة والخمسين في صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة أمام أنتر الذي لديه مباراة مؤجنة دائما مع أخباري المحترفين تعلق الدول الجزائر يوسف بليلي في مباراة فريقه براست أمام نادي التروال حساب الجولة الرابعة والعشرين من البطولة الفرنسية وفس براست على ضيفه نادي التروال بخماسية لواحد كما صنع متوسط الميدان الهجومي الهدف الأول لناديه عن طريق تمريرة رائعة في الدقيقة السابعة من بداية المباراة وقدم كذلك تمريرة مفتاحية عند الدقيقة الثامنة والسبعين التي جاء بها الهدف الخامس ليستبدل عند الدقيقة الثالثة والثمانين بينما تابع مواطنه بالقبل المباراة من دكة الاحتياط وقدم بالليل مردودا جيدا عكس مضى عربي في مباراة السابقة أمام ران هذا يحتل نادي براست المرتبة الثانية عشر برصيد واحد وثلاثين نقطة بينما تجمد رصيد التروال عند النقطة الواحدة والعشرين في المرتبة السادسة عشر بهذا مشاهدين نصل وياكم إلى ختام هذا المجز الرياضي نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة اشتركوا في القناة